بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين هل الأشعرية تنتسب إلى رجل؟ هل هي مذهب ألفه أحد الرجال جلس هكذا مفكر كبير وحول أشكل جماعة عصابة معينة سماها الأشعرية وبعد ذلك يعني هذه صارت قوية جدا فهم ينتسبون إلى ذلك الرجل هذا التصور الساذج هو الذي يتخيله الوهبية في دعوتهم الناس إلى ما يسمونه اتباع الكتاب والسنة على الطريقة السلفية بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام وبعد تحرير العلوم حصل تنازع وحصل تفرخ كبير وكل جماعة لها منظرون بعضهم كتب له القبول وبعضهم لم يكتب له القبول في المذاهب الفقهية وجد أئمة قاموا بخدمة مذاهبهم وجد بعد عصر الإمام الشافعي جاء البيهقي البيهقي استدل فقط استدلالاته ورتب أدلة الشافعي فقالوا له فضع الشافعي الحنفية جاء الطحاوي ففعل الشيء ذاته الاستدلال المالكية جاء ابن عبد البر وحقيقة هم يعني في عصور متقاربة الطحاوي قد يكون أسبق منهم جميعا ففعلوا الشيء ذاته هذا في باب الفقه في باب الاستدلال الفقهي في باب ترتيب المذهب وجد أئمة كبار وجد الشيرازي عند الشافعية وجد الكرخي عند الحنفية وجد إمام الحرمين عند الشافعية وجد الصرخسي عند الحنفية يعني الآن لست في مجال الحديث عن الفقه نصروا وبينوا ووضحوا وفصلوا وأصلوا كذلك العقيدة العقيدة كانت تنازعات وتجاذبات تقول لكتاب وسنة كل يقول كتاب وسنة إياك أن تذهب خلف العقيدة الوهبية والخرافية هذه يقول لكتاب وسنة كان نحن شغالين في التوراة والإنجيل نحن لم نجاوز الكتاب وسنة في حرف واحد وتحدينا لهم أن يكون في كتاب وسنة فقط لكن بفهم الراسخين قال والله نتبع كتاب وسنة بعد ذلك تجد هو يتبع فهم ابن تيمية لكتاب وسنة لكن يستحي من ذكر ابن تيمية نحن لا نستحي من ذكر أشعري ذكرت هذا مرارا وتكرارا المعتزلة ما قالوا نحن معتزلة وجماعة هكذا الضلالية لا 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 قالوا نحن على الحق المبين ولهم أئمة ولهم أبو الهذير العلاف والقاضي عبد الجبار وأئمة كبار لهم طريقة معينة ينصرون عرفت بالاعتزال من قبل خصومهم حتى وهم ربما يعني يؤولونها تأويل حسنا بحيث يجعلها يعني لطيفة كلمة معتزلة كانوا يسمون أنفسهم الطائفة العدلية أو العدل والتوحيد الشيعقة نحن أتباع العطرة النبوية نتشير لعطرة المحمد عليه الصلاة والسلام وعندهم منظرون وكذا لكن ما يقول أنا أترك الكتاب والسنة لاحظ حتى كل من السنة لا تعجبوا ما هذه يقول الحديث موجود عندنا أنتم تقولون السنة يعني تريدون به ماذا يعني طريقتكم نحن أيضا عندنا كتاب والسنة في خضم هذه المعارك المتماوجة وتحت وطأة الاعتزال انبرة علماء انتصروا لطريقة السلف بطريق علمي مؤصل لا يقفون عند مسائلهم قد يقول لي قال طيب الحنابلة تمسكوا بالسلف الحنابلة تمسكوا بالسلف صحيح ولكن هل الحنابلة لهم قوة وانتشار الأشعارية والماتوردية فهو ليس رجل اسمه أبو الحسن الأشعري منهج جاء واحد اسمه أبو الحسن الأشعري مثل ما أقول قراءة حافص عن عاصم يعني إيش عاصم يعني عاصم أتبع شيء جديد أورش عن نافع كذلك نافع أبرز من أقرأ هذا الحرف كذلك أبرز من انتصر لهذه الطريقة التي عليها الكافة من الصحابة التي تسير خلف الصحابة لكن بمناهجهم دون مسائلهم لأن المسائل تتجدد لكنه لا يجاوز طريقتهم في الاستنباط الآن هناك من يشتم عبد القادر الحسين ويقول عبد القادر الحسين أمس كتب أحد البسطاء عبد القادر الحسين هذا يتبع يوسف الدجوي وزاهد الكوثري ومين كمان ويتبع الشمس الأنبابي ويتبع وعلى نفس الطريقة بعد ذلك قبل عبد القادر الحسين جاء شيوخه البوطي وعلى جمعة هؤلاء يتمسكون بالتراث نعم نتمسك بالتراث ويتهمون كل من خالف هذا التراث بأنه عميل ليس إلى هذا الحد غير صحيح هذا الكلام ولكن نريد نموذجا حقيقيا كاملا متكاملا يجدد التراث لا يبدده هذا الذي نريده يقفون مع السلطان كذب هذا غير صحيح ما وقفنا مع السلطان وقفنا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن السلطان اي نعم ما قلنا السلطان هذا مقدس يجب اتباعه لا هنا لا تخرج عليه حتى لا تؤدي له في اثنى كبر فقط تكلام النبي عليه الصلاة والسلام والغريب القصة بدأت مع عبد الحميد سلطان عبد الحميد ثار عليه الكواكبي وغير الكواكبي هؤلاء الجماعة يعني من أجل ماذا رأينا النتيجة بعد ذلك سقط عبد الحميد فسقط عز المسلمين ولا من تقم لنا قائمة لا يومنا هذا أنتم لأن تحاولون أن تركعوا نموذجا معرفيا من الشرق والغرب ليس عندكم لا الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو منصور ما تريدي ومن سار على طريقتهما لم يقلدهما أصحابهما التقليد ممنوع في هاتين مدرستين افهموا أيها الناس هاتين مدرستان تمنعين التقليد في الاعتقاد فكيف يكون هكذا أتباع الأشعري أتباع الأشعري في منهجيته لماذا في منهجيته لأن هذا هو الطريق الذي سماه القرآن سبيل المؤمنين ما هو سبيل المؤمنين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا منه أن الكتاب والسنة والقياس والإجماع حجة عظيم جدا انتصل لها هذه المدرسة أن تقديس الله تعالى وتنزيهه عن مشابهة الحادثات واجب لازم أن الإسلام دين الوحدانية أن كل ما جاء في القرآن والسنة حق وصدق يرد متشابه إلى محكمه هذه الطريقة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء يكفع الخوض فيهم ممنوع الكلام فيهم هؤلاء لهم أخطاء لكن لسنا نحن من يكتشف خطائهم نتكلأ عن منهجيتهم العظمى حصل بينهم نزاع لا نخوض فيه لا نجعل نزاع القديم سببا لتفرق لاحق الطريقة العامة التي كان عليها سعيد بن المسي الطريقة العامة التي كان عليها الإمام الأعظم أبو حنيفة الطريقة العامة التي كان عليها عطاء بن أبي رباح هؤلاء على تباعد أقطارهم وأمصارهم المنهجية واحدة الخط واحد ولذلك ليس عندنا إحراجات تقولي البخاري أقولك البخاري أول هنا نعم والله يا أخي أول أغسر من الله أنه أول تقولي أحمد بن محمد نعم أحمد بن محمد أول أول حتى حديث ضعيفة كان في غنى عنها مثل حديث الحجر الأسد الأسود يمين الله في الأرض كان يمكن يقول ضعيف ويرتاح ذهب فأوله تقول لي من تقول من من الطبر يقولك نعم أول استوى بمعنى ارتفع وعلى علو وسلطان لكن هذه قضايا جزئية جاء المتاخرون فرأوا أن الحملة شديدة وأنه يراد الطعن في ذات الدين وانتقاص الإله سبحانه ووصف الإله بوصف أوصاف الحادثات فقالوا نوسع ما كان السلف ليس بحاجة له ولو كنا في مكانهم لسكتنا لكن الآن الحملة زادت ونتسع في أمر سمحت به اللغة ولم يمنع منه الشارع على فكرة الذي يفوت كثير من الناس القضية الأساسية أن النزاع الكبير بيننا وبين الحنابلة مثلا أو بيننا وبين ابن تيمية الذي هو رفض منهج الحنابلة وبين كل هؤلاء ليس عندنا من منع من الشارع في هذه القضايا ما في عندي دايل واحد يقول التأويل حرام دايل واحد لا يوجد فنحن نخوض في أمر فيه متسع إن اجتهدنا فأصبنا فلنا أجران وإن أخطأنا فلنا أجر واحد ولذلك لاحظ المنهج واحد والصورة تتغير هذا المنهج جاء في أيام الباقي اللاني في هجوم كاسح على الفرق وتقعيد عجيب جاء في أيام الغزالي في تحرير محل النزاع وبيان مراد السلف من مراد الخلف جاء بعد ذلك في عاصر الرازي بتقعيد أكثر وتجلية وإيضاح للعقل والنقل جاء بعد ذلك في صورة شيخ الإسلام مصطفى صبري بمنهجية قديمة لكن بعرض جديد وجميل يستوعب كل ما يحصل في العالم جاء بعد ذلك في كتابات الشيخ البوطي وهو يرد على الديالكتيك والماركسية وهو يجلي قوة علم الكلام وقوة الأشعرية في التعامل مع الأفكار الحادثة وهذا الذي نفعله كل يوم كل فكرة ترد إلينا من الغرب والشرق عندنا قدرة على هضمها والمحافظة على الأصيل المناهج البديلة تريد النسف الهدف التجاوز أو القطيع المعرفية مع السابق وهذا لن يحصلوه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين